أهلا وسهلا بحضراتكم لو حضراتكم متابعين الموقف وما يجري في مصر والحكومة وهي بتلاقينا كده كل أسبوع أو كل كام يوم في مشروع في متابعة في فكرة في تفكير بأن مصر تقبل على الصناعة وتجدد الصناعة وتشجع الصناعة خليني أقولكم الخبر اللي جاي ده أنا شخصيا بشوفه خبر من الأخبار المهمة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالأمس أنتوا عارفين بيبقى فيه الاجتماع الأسبوعي بتاعه يوم الأربع وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع أول ثلاث اتفاقيات ملزمة لتصنيع السيارات في مصر ده أول الخبر ده خبر مهم جدا مع شركات عالمية ومشيرا طبعا أنه حجم الاستثمار الأولي لتلك الاتفاقيات بيتجاوز 145 مليون دولار تستهدف إيه بقى تصنيع 70 ألف سيارة سنويا وطبعا ده ضمن توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توطين صناعة السيارات وتقليل الفجوة الاسترادية الكبيرة للسيارات ده مهم جدا تسمعوا أخبار السيارات والأسعار والمشاكل طيب ونرجع تاني مصر من أوائل الناس اللي كانت موجودة في المجال ده ودي هتعد بقى رابع سلعة مستورة أن احنا بنستوردها من حيث القيمة ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في البداية أن الحكومة بتشتغل على كل يعني إزاي نقلل الفاتورة الاسترادية بتاعتنا من الحاجات الكبيرة اللي عندنا يعني بنستورد إيه بنصرف إيه كتير طب تعالوا نبص كده ونقدر نعمل ده آه نقدر لأن احنا كان عندنا تاريخ مع صناعة السيارات موجب بقى هذه الاتفاقية هل هي خطوة في طريق التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وده خبر مهم أنه ممكن تبقى مصر مركز إقليمي ونصنع فيه السيارات بشكل كبير وما دور بقى هذه الصناعة في دعم الاقتصاد دي بقى النقطة الأهم اللي أنا هيهمني دلوقتي أسأل فيها المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين مساء الخير يا فندب مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يعني أنا بالنسبة لي بشوفه أنه خبر مهم جدا يعني فكلمني فعلا هل إحنا هذه الاتفاقيات حنبدأ على طول في فكرة إزاي حنبدأ في التصنيع ولا حيبقى باتفاقيات يعني مشاركة في التصنيع بداية كل دول العالم لا توجد دولة تقوم بتصنيع سيارة من الاكسدام للاكسدام ما فيش هذا الكلام ده مش موجود لكن كل دول العالم بتشتغل بمفهوم التيمورك بمعنى أننا مميزون في صناعة كذا والآخر مميز في كذا والتالي مميز في كذا فيتم تجميح هذه المكونات لعمل السيارة بداية وقبل صناعة السيارة يجب أن يكون لدينا صناعة الإنسان ليه؟ الإنسان هو المقوم الأساسي والطاقة البشرية هي الأساسي في هذه في هكذا الصناعات بالنسبة للدول لأن هناك دول كانت ليس لديها أي مقومات ولكن لديها فقط العامل البشري العامل البشري المميز بالتعليم المميز بالصحة العامل المميز بقبوله لنقل التكنولوجيا عن طريق هكذا دول متقدمة في هكذا صناعات صناعة السيارات تعتبر هي قاطرة التنمية بالنسبة للشعوب اتفاقيات تتم بعد أن أقر فقامة رئيس الدولة إقامة المجلس الأعلى لصناعة السيارات وقام هذا المجلس بنئاسة معالي دولة رئيس الوزراء بعمل اجتماعات مع شركة نيسان مع شركة جيوم موتورس للعمل على إنتاج السيارات الكهربية لماذا تتجه مصر نحو السيارات الكهربية لأن كل دول العالم الآن تتجه إلى هذا الإطار تكلم أننا عندنا في مصر مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة التي بدأت بها فقامة رئيس الدولة برؤية مصر 2030 بيئة وطاقة وشباب بيئة لأن الإنبعاثات الكربونية السامة أصبحت تشكل خطر جسيم على المواطن المصري الطاقة لاستهلاك المحروقات بمبلغ يتجاوز 15 إلى 16 مليار دولار سنويا العمل على خفض معدلات البطالة لدينا في الدولة المصرية 50 ألف خريج من كليات الهندسة فقط سنويا لم يكن لديك مشروعات قومية تقوم باستغلال باستغلال هؤلاء الشباب في هكذا عمر نحن بنتكلم من الدولة المصرية فيها 55% من تعداد السكان عمره يتراوح من 20 إلى 30 سنة فده عمر الظهور بالنسبة للشباب والنسبة للدولة طيب يبقى احنا الكلام لحدك بتقوله ده كلام يسعدني جدا احنا أمام اتفاقيات بان احنا يعني ايه تصنيع السيارات ومصر كان عندها الحقيقة خبرة وكان عندها يعني وجود في هذا المجال من سنوات قديمة جدا اعتقد انه الآن ان تدخل مصر هذه الاتفاقيات بالتحديث والتقنية الموجودة وايضا بالشباب والتعليم اللي بقى مختلف اعتقد ان احنا ممكن يبقى عندنا يعني انجاز مختلف ويعني كلمني على النقطة دي بقى تحديدا طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية لمعالي وزير التعليم العالي بالعمل على افتتاح المعاهد التكنولوجية والكليات التكنولوجية ومدرس التعليم التلات سنوات صناعي وخمس سنوات صناعيا هذا هو المؤثر في هذه الصناعة ليه؟ لان بداية عندما نقوم بتصنيع سيارة لن نقوم بتصنيع سيارة في منتهى التكنولوجيا او السيارات اللي هي الخاصة يعني لدينا في السيارات الكهربية يعني تلات شرائح الشريحة الاولى الشريحة البسيطة يعني تتكلم في 350 الى 450 الف جنيه تتكلم على شريحة تانية من 700 الى 800 الف جنيه تتكلم على شريحة من اول مليون وربع لغاية تلاتة مليون تلاتة مليون ونص لكن احنا لما نستهدف لازم نستهدف السواد الاعظم من الشعب هذا معنى ان الحالة الاقتصادية مؤثرة ليه؟ لان مثلا على سبيل المثال معدلات مبيعات على السيارات في السوق المصري سنويا السنة دي لغاية من اول سنة 2017 الى الان متوسطه 150 الف عربية في السنة معنى ذلك ان معدلات البيع تكاد تكون متدنية 150 الف عربية لشعب قوامه 100 مليون نسمة هذا بالطبع ضعيف جدا من ذلك العربية السعودية معدلات نبيعات السيارات فيها وهم 34 مليون بتتروح من 58 الى مليون سيارة سنويا هناك اختلاف كثير في دخل الفرد والدخل القومي واشياء كثيرة ولكن بالنسبة لنا 150 الف سيارة ده مش عدد يعمل سوق في سوق سيارات بالنسبة للدولة زي مصر من هنا تأتي مبادرة رئيس الدولة الاولى بتمكين مصر كمصنع اقليمي للسيارات الكهربية طب ليه مصر تبقى مويزة في هذا القطاع لان احنا الناس كلها بتوعيني من التلوث لكن مصر نتيجة للاستدامة وكوب 27 وما اقره المؤتمر العالمي بحضور اكثر من 147 دولة على ارض مصر ان تعمل هذه الدول على خفض معدلات الانبعثات الكربونية بنسبة تتراوح من 40 الى 60% ليه عشان نبدأ في صناعة السلاة الكربية طب ايه المقاومات اللي تخلي مصر كويسة في هذا المجال لدينا مصانع عديدة وكانت لدينا منذ 17 سنة او 18 سنة مصنع شركة النصرات الشركة الوطنية المصرية عندما كان يقبها رجل هو رجل صناعة بالدرجة الاولى وهو المهندس عادل جزارين وهنا نتحدث عن اصحاب الخبرات المتركمة في هذا المجال لانه ليس كل مهندس هو مهندس ولكن هذا المهندس هو مهندس ادارة لديه من الميدرشيب وكان عنده نجاحات كبيرة جدا بالضبط كده فاحنا يجب ان نشير بالبنان الى هكذا شخصيات تقود هكذا منظومات فيه مثل هذه الفترة العصيبة والاقتصاد المتردي على مستوى العالم نتيجة لوجود فيروس كورونا المستجد نتيجة لعدم وجود الرقائق الالكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربية لدينا مشاكل في سلاسل الامداد نتيجة لوجود حرب بتدور رحاها على ارض اوكرانيا ما بين روسيا واوكرانيا فنجد ان سلاسل الامداد بتتأخر ارتفاع اسعار السيارات في العام الماضي السيارات الكهربية وصل 24% ارتفاع السيارات التي تعمل بالوقود الاحفوري وصلت 14% لذلك يتحدث الآن على مستوى العالم لدينا الاحصائيات طبقا للعام المنصرم يعني الصين قامت بانتاج ما يقرب من مليون والف سيارة كهربية الولايات المتحدة 907 ألف ألمانيا تقوم بحدود 742 ألف وبعدها تيجي كوريا واليابان وفرنسا الحقيقة كل الأرقام اللي حضرتك بتقولها والمعلومات اللي بتقولها بالتأكيد أنا شايفة أنه زي ما حضرتك قلت تماما حان الوقت أولا أنه توصيات كاب 27 بأنه نبقى عايشين في بيئة صحية وأنه كمان مصر بدأت الخطوات دي يمكن حتى قبل كاب 27 بأنه الناس يبقى بتحويل السيارات بهذا الشكل لكن باتفق معاك كمان أنه إحنا عندنا أعداد كبيرة جدا من الخريجين اللي ممكن ينضموا إلى هذه المصانع وبالتالي نقدر يعني تدار يعني هذه الصناعة ويبقى عندنا فيها إنتاج ويبقى عندنا كمان يعني شكل ومنتج في الإقليم بشكل كبير يبقى مختلف أنا بشكرك شكرا جزيلا نتمنى التوفيق ونتمنى الاتفاقيات دي تبدأ على طول رحلة العمل المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العمل للمهندسين أشكرك شكرا جزيلا